دعا مدير توجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية مخلص المفلح المواطنين والمقيمين في الأردن لمساندة جهود القوات المسلحة في تنفيذ التعليمات حفاظا على سلامتهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد نافتا إلى أنه تم رصد أربعمائة مخالفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت عدد المخالفات التي قام بها المواطنون خلال الأربع وعشرين الساعة من الماضية أربعمائة مخالفة وتم التعامل معها حسب التعليمات الصادرة إن قواتكم المسلحة الأردنية الجيش العربي وأجهزتكم الأمنية تحييكم جميعا وتؤكد لكم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي للحفاظ على سلامتكم وصحتكم فالتزموا بيوتكم ونفذوا التعليمات الصادرة بحظر التجول لأن الاستهتار وعدم المبالاة وعدم الإنصياع للتعليمات ستجعلنا لا قدر الله أمام مأساة حقيقية وإننا نقدر وقفة الشعب الأردني العظيم مع التعليمات الصادرة والتزامهم الأكيد النابع من حرصهم على وطنهم لكي نتجاوز جميعا هذه الأزمة بإذن الله كما تجاوزنا من قبلها الكثير من التحديات أما المستهترون بأرواح الناس والذين لا يتحملون المسؤولية ولا يدركون حجم الخطر الذي يهددهم ولا يشعرون مع الآخرين ولا ينضبطون من تلقاء أنفسهم فإننا نقول لهم إن القوانين والتعليمات ستطبق عليهم لتكون رادعا لتصرفاتهم فليس من العدل أن تترك هذه الفئة لتعيث في الوطن وتنقل العدوى لغيرها بسبب الاستهتار والأنانية ترجمة نانسي قنقل العدوى لتعيث في الوطن